السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل الكتاب جيم المراجعة نائية لصف السادس السنوي العام الدراسي عشرين اربعة وعشرين صفحة ستين اسئلة على يونيت ثري. السؤال الاول انا خططت المستقبل بتاعي لمدة خمس سنوات. هذه مهارة منك او زكاء منك. ماذا سوف تفعل عندما تتقعد? لاحظ انا فيه بلاند يعني الخطط في الخطط بيستخدم معه. يبقى الاجابة. السؤال الثاني. اعتقد ان الاحتباس الحراري هنا بشكل اسوأ في المستقبل. زي ما المدارع المستمر بيستخدم في حالة التجهيز لشيء في المستقبل او الاعداد. بيدل على اكتمال حدث قبل حدث اخر وبيستخدم مع ظرف الزمان بايز اتفرض ظرف زمان بالذات ودي مش موجودة بمستبعدة. ده مدارع بسيط واستخدم في جدوى المواعيدي بمستبعدة. هي الوحيدة اللي فضله مدارع مستقبل مستمر. بعد كده السؤال التالت توقف عن المجيء الى العمل المتأخر. الا سوف اه تفقد. يعني يفقد تفقد وظيفتك. هنا عندي اور موجودة. اور بتستخدم في التهديد. في حالة التهديد بستخدم ويل والمصدر. يبقى اللي جابها لترسيم. السؤال الرابعة. من المحتمل انها سوف يستخدم تستخدم الطاقة الشمسية اكثر واكثر في المستقبل. تستخدم الطاقة الشمسية. من معناها كده ديت اصبحت مفعول مبني للمجهول. مستقبل في المبني المجهول. منفعش بي وبعد كده مباشرة. برضو مش هتنفع. يبقى نختار اللي جابها لترقين. السؤال الخامس. انت هتشهر بتحسن بعد ما تاخد راحة. جاب لها مستقبل يبقى بعدها زمن مضارع بسيط او مضارع تام. هاد ماضي. هاد مضارع تام. والهاف مستقبل هاد هاد ماضي تام. يبقى هاد الاجابة لتربي. السؤال السادس. اي اس بيس تو ستارت انيو لايف تمورو. انا سوف ابدأ حياة جديدة من الغد. طالما هبدأ حياة جديدة من الغد. ديبنا كده اتخاذ تقرار وعند نية لذلك. طالما في نية ان شاء الله يبقى ام جوينج الاجابة لتربي. السؤال السابع. هاي اس بيس مور فرنش وردس باي نيكستير. الهاز هنا في باي وبعدها ظهر في زمان. يبقى كده باتكلم في المستقبل التام. لو هاد زي تصريف السلس للفعل. ايجابة لتربي. السؤال التامن. زي اس بيس دينر اد زيس تايم تمورو. اد زيس تايم تمورو. بدل على المستقبل. وطالما حددت الوقت. يبقى كده مستقبل مستمر. اه 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 بي زي اد فيرب اخر اي ان جي. يبقى كده الاجابة لترسيم. بقى السؤال التاسع. ماذا حدث لشعرك? لن يعجب والدتك. هنا لن. يبقى كده مستقبل منفي. سؤال عشر اي اس بيس اف ايو كمتو لتمورو. انا ايه لو انت جيت متأخر غدا. يبقى انا هكون نايم. لو انت جيت اه متأخر غدا. يبقى مي بي سليبنج الاجابة لترقيم. السؤال يتساوي كده مستقبل مستمر. السؤال الهداشر. هنا وين جاي بعدها فراغ والجملة التانية فيها والمصدر. يبقى كده وين حيج بعدها زمن المضارع البسيط او المضارع التام. ده مستقبل مش هنفع. وليفت ماضي بسيط بهاز الاجابة لترديم. بقى كده السؤال الاتناشر. اي سينك اي سبيس اكاست ريكوردر اند يوز ات ان كلاس. انا اعتقد ان انا هشتري اه اللي هو مسجل وهستخدمه في الفصل. اي سينك بتيك كتير مع هنا باي مضارع بسيط بتدل على جدول المواعيد. وهنا مضارع اه مستمر بتدل على تجهيزات للمستقبل مثل الافراح. شال باي شال هنا بتساوي بتكلم في الماضي يبقى هنا شال باي اللي جابة لترسيم. السؤال التلاتاشر. يعني تم تجهيزه. لما تم تجهيزه لشيء في المستقبل يباستخدم زمن المضارع المستمر. يبقى ار ليفنج لجابة لترسيم. السؤال الاربعتاشر اي الاسك هم اه 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 انا سوف اسأله هو هياكل ايه لي على على الغداء. اه تمام هنا 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 اه اه وبعد كده في المصدر يبقى هنا مستقبل تمام كده. اه 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 ديتنا استعدم الاستبعاد في السؤال ده. ده اه مواد دي بش تنفع. اه او مضارع مستمر بدول على تجهيزات انا سألتوا يبقى خلاص لا. اه تمام. ينبغي بتصدم للنصيحة بعد استبعاد يبقى. اسأل الخمستاشر. زير انجليش اجزام ات زيست time tomorrow. at this time tomorrow. زي ما اتفعنا من شوية ان هي بتيجي مع المستقبل المستمر. مستقبل استمر will be ذات فيرب آخرين نيجي. will take مستقبل باستخدام will. will be taking. مستقبل مستمر would take. اللي الماضي من will. we take مضارع بسيط. يبقى كده will be taking الإجابة لتربيه. بقى كده ان شاء الله السؤال الستاشر. ask him when the engineer's space building is a bridge. اسأله متى سوف ينهي المهندسين الكبرين. finish finish بتيجي في الجدوى الموعيد. اللي بتكلم في المستقبل يا مستبعدة. would finish بتكلم في الماضي. have finish دي زمن المضارع التام. بده لها حدث في الماضي ولا هو اصل في اللوقت الحاضر. will finish هي الإجابة. دي متى سوف ينهي المهندسين الكبر يعني. السؤال الثمانتاشر. i shall back by six and i have you. i hope you space a good sleep by the time. by the time كده boy وفترة زمانية او زرف زمان. يبقى كده مستقبل تام. will have had. السؤال الثمانتاشر. by the end of the first term في نهاية اول term. برضو هنا لاحظ برضو فيه هنا عندي boy the end of the first time. by وبعدها فترة زمانية. بكده زمن مستقبل تام. shall be آآ مش هتنفع. وهنا ريد برضو مش تنفع. shall have red لتنفع المستقبل التام. وهنا shall بديلة لويل. وهاف ريد زمن المضارع التام. بقى كده السؤال التسعتاشر. i space this day all my life. انا سوف اتذكر هذا اليوم المطالح حياتي. لان كلمة معناها يتذكر. i am remembering. هنا بنقول المضارع المستمر بنستخدمها للتجهيز في المستقبل. لا. will remember. تمام. remember. بتكلم في الماضي. had remembered زمن الماضي التام. يبقى will remember لقابة لتربي. السؤال العشرين. he is best for you at seven in the evening next sunday. next بتدل على المستقبل. يعني استبعدها. had waiting. برضو الاستبعدة لانه ده الاتنين دول ماضي. will be waiting. has waited. has waited. ده زمن المضارع الزمن المضارع التام واللي بيدل على حدث من الماضي ومازال مستمر يبقى مستبعدها. يبقى will be waiting اللي جابة لترسيه في المستقبل عشان كلمة ماكست صان دي. بقى ان شاء الله السؤال واحد وعشرين. my aunt will call us immediately she is based to the station immediately موجودة. دي هات ترطبك على الروابط. يبقى هنا قبلها والمصدر. يبقى بعدها مضارع. سيما مضارع بسيطة او مضارع تام. has got مضارع تام. had got moody time. will get مستقبل. we will have got مستقبل تام. يبقى has got الإجابة لترقيم. بقى كده السؤال الاتنين وعشرين. your tablet next sunday yes i always use it to study my lessons. نعم انا دايما بستخدم بستخدمه لدراسة او في الدروس الخاصة بيا. تمام هنا جملة فيها استفهام. نستبدأ الاول. will you have used? تمام? do you use? وتمام? انا عندي كلمة did you use? ده هو ماضي. وفي عندي كلمة next sunday بتدل على المستقبل. will you be using برضو مستقبل? هنا برضو do you use? هنشيلها عشان مضارع بسيط. على جدوى الموعيد. will you be using? هل انت استخدمت كده مستقبل تام? آآ قبل يوم الحد? ولا هل انت سوف تستخدم فيها استمرارية? هل انت سوف تستخدم التابلت بتاعك يوم الحد الجاي? قال له نعم. will you be using? الاجابة لترقيم. آآ بعد كان ان شاء الله سؤال التلاتة وعشرين. when i go to as one next winter. لما زب لأسوان الشتاء القادم. ايس بيس ايجيبت انا كده هكون زورة خمس محافظات. كده ديت. آآ فيها اتمام تمام حدوث شيء في المستقبل اللي هو قبل حدث اخر. انه قبل ما يروح في الشتاء اللي جاي. هيكون خلاص خلاص خمس محافظات. يبقى مستقبل تام فيها. آآ والارقام بتدل كتير جدا على عزبنا تمة. اللي هي five هنا. فهنا تبقى will have been الاجابة لترديم. بقى كده السؤال الاربعة وعشرين. اعتقد انه سامح اتصل بي عندما يصل الى المطار او مجرد ان يصل الى المطار. وزوت معناها بدون وبيجي بعدها في الاخرى انه جيها واسم مش جملة فمستبعدة. تيل بيجي قبلها جملة منفية وبعديها جملة مثبتة وهنا هنا مثبتة هيت ومعناها حتى يبقى مستبعدة برضو. بيكوز معناها بسبب. آآ انا اعتقد ان اسامح يتصل بيه بسبب وصوله. بسبب آآ يصل الى الاربورت. كده مش انتظرش سبب. يبقى دية مستبعدة. انما بمعنى بمجرد ان. بتسوي از 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 اعتقد ان اسامح سوف يتصل بيه عند بمجرد ان يصل الى المطار. بقى كده السؤال الخمسة وعشرين. آآ ازا فيلم بايزة طايم. طالما هنا لقيت بايزة طايم كده يبقى مستقبل تام. ويجيت تو زا سينما. مستقبل تام هنا الاردي ستارت. برضو لأ. آآ تمام؟ ده مستقبل المستمر. يبقى دي مستبعدة. يبقى عشان كلمة بتدل على زمن المستقبل التام. آآ بعد كده السؤال الستة وعشرين. آآ 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 هنا عايز يقول هاو حل احنا هنذهب معكم اول هل انت ستذهب معنا قصدي. آآ ولا انت لسه لم تقرر. تمام. المهم ان هي جملة استفهمية. هنبدأ بالفعل المساعد. وخلي بقى ان انا باتكلم هنا في زمن مضارع تام. الماضي ما فيجيش من المضارع التام. تمام؟ هنا برضو ماضي. will you have gone. you will have gone. اللي هو مستقبل تام. بيتجي مع بايو فترة زمنية او اكتمال حدث قبل فترة معينة في المستقبل. فتبقى مستبعدة تبقى اللي جابة لتربي. will you be going? اللي جابة لتربي. بعد كده السؤال السبعة وعشرين. آآ آآ he will never arrive by tomorrow morning unless he is best early. unless هنا جاي قبليها كده مستقبل. يبقى بعديها زمن. آآ آآ هي اما مضارع بسيط اما مضارع تام. عند ستارتس هنا مضارع بسيط. would start الماضي من will. will start مستقبل. will start الماضي. بعد كده السؤال التمانية وعشرين. آآ i will wait until the report. انا سوف انتظر حتى التقرير يكتب. هده التقرير كده مفعولي. مبني المجهول. آآ will have written active. will be written مبني المجهول. هاز بي آآ مضارع تام. ما بيجيش معه. آآ مضارع تام. مش مناسب للجملة. لان مضارع تام بيدلها لحد اسم الماضي وما زال مستمر. وهاز. لأ تم سانية واحدة. كده نسيب دي. ما في عندي انتل لكا رابط. يجيب لها مستقبل وبعدها ممكن يبقى مضارع بسيط او مضارع تام. يبقى نسيبني. هاز ريتن ده مضارع تام بس في الاكتب مش في المبني المجهول يوم مستقبل. هنا انتل جيب لها مستقبل يبقى بعد يبقى مضارع بسيط او مضارع تام اللي اللي يجيب لترسيه ان شاء الله. بعد كده السؤال التساعة عشرين. what is best happen to the family if ازا آآ بريد وينر loses آآ all his money. هنا اف جيب بعديها كده مضارع بسيط يبقى لها مستقبل بسيط او مضارع بسيط مضارع بسيط في الحالة الصفرية يبقى ليديات مش هتنفع ويضز آآ برضو في الحالة الصفرية بود الماضي من يبقى يا لانها الحالة الاولى من اف. بعد كده السؤال التلاتين ايام شور ايام شور بتيجي مع ول على طول يبقى الاجابة لتردي ايام شور زي انا متأكد ان هما حيتزوجوا ويعيشوا حياة سعيدة كده اتوقع بدون دليل اجابة لتردي. بقى ان شاء الله السؤال واحد وتلاتين. ايل ستارت كلينينج زا فلات. ايف فنشد زا ديشز. انا سوف اقوم او ابدأ في تنظيف الشقة. انا انهي الاطباك. السناز بمجرد ان انليس ازا لم بسبب او منذ يعني كل هزي الاختيارات. هنا للمعنى يبقى السناز بمجرد ان انا الاس اه الاطباك. السؤال التلاتين. اي هاينت فيزيتد اي ماي هوم تون فور ييرز. انا لم ازور اه لو ماسكت رأزي بالسنين كتير. اي ام شور اتس بيس الوت. اعتقد انها تغيرت بشكل كامل. يبقى زبا المستقبل التام او كسيرا. اي ويل هاف تشنجد. ايت ويل هاف تشنجد. بعد كده السؤال التلاتة وتلاتين. انا اخي اعتقد كده بيكلم ببك يعني يحجز يحجز التزاكر لحد الساعة اربعة. ده لسه طبور طويل. ابقى وكده مش هيكون لسه حجز يبقى لن يكون قد حجز التزاكر لحد الساعة اربعة. كمان بي بتيجي يبقى لها نفي بالنسبة كبيرة. سالة اربعة وتلاتين. هي ووس كويت ديفينيت اباوت ات اند اشور دي مي هز بيس قم اه تو اه ماي بورتي. اه هنا الاحز اه هنا في ووز كده بتكلم على الماضي. انا كده عايز ماضي. الماضي بالطب بالماضي. شاء اللي بتصدق في المستقبل وود الماضي من ويل والمستقبل وكان مضارع. يبقى كده وود عشان هنا في ماضي الماضي مع الماضي. بعد كده السؤال الخمسة وتلاتين هاري اوب اسرع. اه هنا هيغادر يعني اين اللي هي الامتاع بتاعتك او الحقاب الصفر يقصد يعني. يبقى كده على وشك المغادرة. كده خلاص الكطار على وشك المغادرة يبقى ايز اباوت تو ليف وهي صيغة فيربي تو بي مصرف مع ترين از وبعد كده اباوت وبعد كده تو بعد كده المصدر. كبير الجابة لترسية. بعد كده السؤال الستة وتلاتين. اه اي بريدكتت. زاد شيز بيس. اه زفير ستبرايز. شي دينت ليت مي داون. طفعنا برضو في ماضي هو. يبقى الماضي برطب الماضي. وانت زمن مستقبل. هنا وود انت وين تمام وود انت هاف وون. وي اه وونت هاف اه وون برضو مستقبل تيم. يبقى وود انت وين او وود انت هاف وون. هنا انا بتنبأ اه ان هي كده ايه جملة اصلا محاولها لغير المباشر. فهي المفروض هتبقى ايه. اي بريدكتت. اه زاد شي. اكده المفروض تبقى الشي. اه مش كده. اه مش كده. اه تبقى وين خليها في الماضي. يبقى وونت وين. اللي جابه لتر بي. اما وود انت هاف وونت زمن مستقبل تام. ما فيش كلمة بتدوله على المستقبل تام. ان الحدث اكتمل في فترة معينا في في المستقبل. سالسلسل سبعة وتلاتين. هز بيس اب اه هز جاب وين زي اوفرد هم رايز. اه هو اه الوظيفة بتاعته اه لما هما يعرضوا عليه اه زيادة في الارتفاع. زيادة في رفع المرتب يعني يقصد. يبقى هو هيكمل الشغل. هو او تجيف اب. لان يقلع عن الشغل. اه طالما هنا هنا المحتمل ان هو يسيب اه ان هو يكمل في الشغل عادي لو هو عرضوا عليه مرتب اه اكتر يعني يبقى كان على وشك ان هو يستثقيل الا انهم عرضوا عليه مرتب اكتر يبقى كده عشان الجملة هنا فيها افرد برضو ماضي. اه بقى كده سؤال التبالي اه هنا المهمة المهمة ان هي المقرر ان تخلص في او تنتهي او تتم تنفذها في خلال خمس سنوات. هي كده بتصادم في المبني المجهول بيجي بعد كده بعد كده تصريف السالس للفعل يبقى اه تبقى لجابة لطردين. بقى سؤال التسا وتلاتين. which of the following sentences is grammatically correct? ايا واحدة من هذه الجملة من ناحية الجرامر صحيحة. while you are sitting for the exam I will have played اه the final. اه تمام. انا while you are sitting for the exam I will play the final. while you are sitting for the exam I will be playing the final. while you will be sitting for the exam I will be playing the final. تمام. هنا 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 في مدارع مستمر اه تمام كده وبعد ويل وبعد. يعني المدارع مستمر ما بيجيش مع المستقبل اه التام. وهنا برضو المدارع المستمر ما يجيش مع المستقبل البسيط. هنا مستقبل بسيط. هنا مدارع مستمر عادي وهنا مستقبل مستمر عادي. ايبقى دي تمام. ودي بقى هنا will you will be sitting for the exam I will be playing the final. the final. يبقى اقارن بين C و D. تمام كده هنا while you will be sitting for the exam. هي while ما بيجيش بعديها مستقبل مستمر خالص. يبقى دي برضو مستقبل دي وانا اخد لجيبها لترسيم. بقى كده السؤال الاربعين. my son is going to join the faculty of medicine. this means. اه انا ابني سوف يلطحك بكلية الطب. هنا عندي going to. going to بتستعدم في الخطة. وبتستعدم في القرار. وبتستعدم اه في القرار والنية. he has decided it. هي دي خلاص. هي ديت عندي كلمة decided يعني يكرر اختخص قرار يبقى لجيبها لترسيم. اشتركوا في القرار.